هندخل على الدرس العملي درسنا العملي النهاردة عن تغيير الحفاظة إيه تغيير الحفاظة؟ ما بتتغير الحفاظة؟ لأ، ماهو إحنا بقى فيه درس عملي عايزين نقول للأمهات الأمهات الجدد والأمهات اللي عندهم أطفال كده في الشهور الأولى خلوا بالكوا أن تغيير الحفاظة ده لازم يعني مش معنى أن الطفل لبس حفاظة يعود بقى اليوم كله بحفاظة أنا عايز أقول لكم أنه الفترة المطلوبة أن الحفاظة دي تتغير بتكون من أربع لخمس ساعات على الأكثر تمام لازم لما الحفاظة دي تتغير مدرس عملي بقى يحصل عملية تنظيف يحصل عملية تنظيف إزاي يا إما أنه بقطعة قماش مبلولة بمية فترة دافية ونمسح بيها كويس قوي وبعدين قطعة قماش نشفة ننشف بيها أو باستخدام المناديل اللي هي المبللة الخاصة بالأطفال والخاصة بالأطفال دي ما بيكونش فيها أي كحل تخلوا بالكو يعني أي حاجة فيها كحل غلط كمان بعد التنظيف ده بنستخدم الكريم المرتب وده للوقاية من التهاب منطقة المقعدة اللي ممكن يحصل عشان كده برضو عايز أكمل نصيح لحضراتكم إن احنا لازم نختار أنواع الحفاظات الكويسة اللي هي عشان كده بنقول بالأقل نختار المقاس المناسب عشان ما تعملش تسريب والإخراج ده يخرج يعمل تماس مع الجلد عند الطفل فيعمله التهاب لقدر الله تعريض أكتر للهوى يعني أثناء ما بتغيري كده للطفل مش تعريض أكتر إن احنا لحط الطفل كده قدام مروحها لا تعريض يعني إن هو أكتر للهوى يعني الهوى بتاع الأوضة يعني حضرتك تبقي وانتي بتمسحي ومش عارف إيه دقيقة كده ولا دقيقتين مش لازم تبقي بتجري عشان شلتي الحفاظة وتحطي واحدة تانية على طول لا إدي للجلد فرصة إن هو يتنفس إنه ياخد الهوى الطبيعي بتاع الحجرة تمام؟ ممنوع استخدام بودرة التلك وأنا بكرر بودرة التلك بتؤدي لمشاكل في الجلد وفيه أحد أهم أنواع بودرة التلك على مستوى العالم كله توقف خلال استخدامه في العالم كله وحتى في مصر يعني هما الشركة نفسهم أعلنت عن إيقاف تصنيعه وإيقاف استخدامه الحمد لله بقالي سنين بتكلم في هذا الأمر وبحذر الناس من بودرة التلك ومعرفش إيه العشق التاريخي اللي بين الأمات وبين بودرة التلك عندنا ويعودوا بقى بعد الحمد ويعودوا يعملوا كده حتى غير الخطورة على الجلد لأنها بتسد المسام في خطورة تنفسية يعني البودرة ده أو البودرة دي ممكن الاستنشاقها مش كويس فممنوع استخدام بودرة التلك زي ما قلت لكم كده تغيير الحفاظة تنظيف سواء بمية أو بمنديل مبلل مفهوش كحول ممنوع استخدام منديل الكحول خلاص بعد كده بنستخدم كريم مرتب خلاص بعد كده بنحط الحفاظة الجديدة خلاص هو ده والالتزام بتعليمات الطبيب في حال وجود التهاب في منطقة المقعدة وهتقولولي الله هو منطقة المقعدة دي لما تلتهب احنا بنروح الدكتور أيوة بنروح للدكتور مش بنروح للصيدلية ومش بنقول له هايس كريم عشان التهاب الحفاظة لا مبدأ يا الحفاظات كويسة ما تعملش التهاب يعني هو ده التهاب اسمه التهاب منطقة المقعد لكن الدكتور لما حديك بتروح يتكشفي عند الدكتور عيادة مستوصف مستشفى عام مستشفى خاص الدكتور يشوف بعينه بس يشوف بعينه منطقة الالتهاب لان الالتهاب ده بيتقرر بناءا عليه العلاج خلاص الالتهاب ده درجة الحمار عالية ولا درجة الحمار عادية بتاعت الالتهاب مع الجلد لما بيلتهاب بيبقى محمر صح؟ للتبدأ له حواف ولا ماشي مية واحدة زي ما بيقول ولا فيه زي ما يكون خط كده فيه أي حبوب على منطقة الجلد فيه أي جروح وهكذا بناء على هذا الكشف الطبي الدقيق إذا كان حتى يعني هو بيتعامل بسرعة بس هو كشف طبي دقيق الدكتور بيقرر لك العلاج وأهم بقى معلومة في العلاج أنك تصبري على العلاج لأنه العلاج لا يؤتي ثماره إلا بعد فترة لا تقل عن أسبوعين من أسبوعين لثلاث أسابيع أنا ليه بقول كده عشان فيه ناس بيعملوا لنصيحه وراحوا للدكتور الدكتور كشف كتب لهم علاج طبعا بنصح الدكاترة من زملائي وأسادزيتي وتلامزيتي أنهما لازم يشرحوا للناس الدوة ده هيبتدي يحدث تأثير إمتى آن كان في أي حالة مرضية التهاب ترجيع مغس لازم تقولوا للأمهات والأباء متى نتوقع التحسن لأن أحيانا المعلومة دي ما بتتقلش بيحصل يعدي يوم ولا اتنين الأم من هنا مع زورة بتقول الله هو أنا روحت للدكتور وخدت الدوة ما حصلش أروح بقى للدكتور تاني أو أوقف العلاج لا هو كل الموضوع أن أنت لازم تبيعارفة الأسر التحسن هيحصل إمتى فمنطقة المقعدة دي عند الطفل الطفل لن يتوقف عن الإخراج منطقة عمل هو على طول شغال ما شاء الله يعني فالتحسن أنت هتحطي العلاج وكل حاجة بس التحسن بيحصل من 14 إلى 21 يوم تمام وفيه أطفال بعد كده بيطولوا أكتر لأنما يكون عندهم حساسية هم أكتر جلدهم حساس أكتر خلاص كده وزي ما انتفقنا ممنوع ممنوع استخدام المناديل اللي فيها كحول خلاص